عشق كمال الأجسام والفتنس أينما كنتم السلام عليكم بما أنك دخلت إلى هذا الفيديو فغالبا ما قد تكون تعاني من تراكم كمية معينة من الدهون أعلم جيدا فيما تفكر أنت مشتة بكثرة المعلومات المتناقضة حول حرق الدهون الكثير من الرجيمات التي تعدك بفقدان عدد من الكيلوغرامات لكن في النهاية لا شيء يجدي نفعه خذ كأس شاي أو قهوة ومن الأفضل أن تكون بدون السكر صفي ذينك من أي معلومات عالقة حول تخصيص الدهون ولكز معي جيدا لأن ما ستسمعه الآن هو خلاصة لعلم تخصيص الدهون وليس مجرد كلام ترويجي فتابع معنا دعونا نتفق أولا على أولويات الجسم في التخصيص هناك الكثير من العوامل التي تلعب دورا في عملية الحرق ولنجاح خطتك في التخصيص يجب أن ترتب هذه العوامل من الأكثر أهمية إلى المهم ثم الأقل أهمية تعرف على هرم التخصيص قاعدته هي التغذية بعدها تمارين المقاومة تليها الكارديو ثم العادات سنبدأ بالتغذية يحتاج جسم الإنسان إلى كمية معينة من الطاقة للعيش والقيام بوظائفه الحيوية كالتنفس الهضم إلى آخره تسمى هذه الكمية من الطاقة بمعدل الأيض الأساسي أو ببساطة السعورات الحرارية للحفاظ على الوزن تختلف هذه الكمية من شخص لآخر حسب العمر الوزن الطول التاريخ الجني وأسلوب الحياة الحالية إذا تم السهلاك كمية من الطاقة أو السعورات الحرارية أكثر مما يحتاج الجسم فسيتم تخزين الفائد الطاقي على شكل دهون والهدف من هذا هو ضمان مصدر طاقة للجسم في الأوقات التي تقل فيها الموارد والعكس يحدث عند السهلاك سعورات حرارية أقل من حاجة الجسم اليومية حيث يتم تفكيك الدهون ليتم استعمالها كمصدر طاقة هنا مثال للتوضيح أكثر صفاء خالد وريم يحتاجون ألفين سعرة حرارية للحفاظ على وزنهم صفاء تناولت ألف وسبعمائة سعرة حرارية فقط لهذا اليوم خالد تناول ألفين سعرة حرارية وريم تناولت ألفين وخمسمائة سعرة حرارية صفاء تنقصها سلاثمائة سعرة حرارية لإكمال ألفين سعرة التي تحتاجها يوميا إذن سيقوم جسمها بتفكيك الدهون المتراكمة لديها ليحصل على سلاثمائة سعرة حرارية التي يحتاجها خالد تناول احتياجه اليومي من السعرات الحرارية وهو ألفين كالوري إذن جسمه لن يقوم لا بتخزين الدهون ولا بحرقها فقط سيحافظ على وزنه ريم أضافت خمسمائة سعرة زائدة عن احتياجها اليومي الذي هو ألفين كالوري إذن سيقوم جسمها بتخزين الفائض الحراري على شكل دهون ليتم استعماله في وقت لاحق هل تضحت الفكرة الآن؟ شاركنا رأيك بالتعليقات هذا يقودنا للسنتاج واحد أن حرق الدهون يعني تناول سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم وليس تجنب نوع ما من الطعام أو استخدام مشروب سحري للتخصيص لكن هل تناول طعام أقل فقط؟ يفي بالغرض؟ الإجابة الأمر لا يتعلق نهائيا بكمية ما تتناوله بل بالنوعية كما ترى في الصورة فإن مئتين جرام من زودة الفول السوداني تساوي ألف ومئتين سعرات حرارية بينما أربعة كيلو جرام من البطيخ تساوي ألف ومئتين سعرات حرارية هذا فارق كبير جدا البطيخ وزنه أكبر بعشرين مرة من الفول السوداني ومع ذلك متساويين في الصعرات الحرارية إذن من الآن فصاعدا حاول حساب الصعرات الحرارية في طعامك ليس من الضرورة أن تكون الأرقام دقيقة في بدايتك لكن أرقام تقريبية ستفي بالغرض ومع الوقت ستتعلم كيف تصل لأرقام أكثر دقة إذا كنت لا تعرف كيف تحسب سعراتك الحرارية فلدينا مقطع كامل على قناتنا يشرح الموضوع بالتفصيل كل ما عليك هو النقر على الرابط الذي سيظهر الآن بالأعلى أو في صندوق الوصف أسفل الفيديو بالمناسبة نضع الكثير من الانفوغرافيكس التي تهمك في حسابنا على الانستجرام ستجدون رابطه في وصف الفيديو أيضا وصلنا إلى صلب الموضوع الآن فركز جيدا من أجل تخصيص الدهون ستحتاج إنقاص ما بين 500 إلى 1000 سعرات حرارية من مجموع السعرات الحرارية للحفاظ على وزنك الآن تبقت لك خطوة واحدة لإعداد نظامك الغذائي الخاص ألا وهي تقسيم العناصر الغذائية أو الماكروز فلنفترض أنك تحتاج 1600 سعرات حرارية من أجل التخصيص سنقوم بتقسيم العناصر الغذائية المناسبة لخسارة الدهون البروتينات ستحتاج ما بين 2.2.2 جرام بروتينات لكل كيلو جرام من وزنك الصافي أي بدون احتساب وزنك من الدهون الدهنيات 30% من السعرات الحرارية المطلوبة للحفاظ على وزنك يجب أن يكون مصدرها دهنيات الكربوهيدرات أخيرا تقوم بسد الحاجيات الحرارية المتبقية لديك بالكربوهيدرات أشق في أنك فهمت هذا الجزء بشكل كامل لذلك سأعطيك مثلا للتبسط أكثر هذا يوسف رجل بعمر 36 سنة وزنه 85 كيلو جرام وطوله 172 سنتمتر يحتاج يوسف 2500 سعرة حرارية للحفاظ على وزنه يريد أن يتبع نظام 1800 سعرة لخسارة الدهون قام بتقسيم العناصر الغذائية على الشكل التالي البروتينات 2 جرام ضارب الوزن الصافي 70 ضارب 2 كيلو جرام تساوي 140 جرام الدهنيات 30% من السعرات الحرارية للحفاظ على الوزن 2500 كالوري تكافئ 100% إذن 750 كالوري تكافئ 30% وبالتالي 750 كالوري تعطينا 83 جرام دهنيات تبقت ليوسف 490 سعر حرارية فقام بإدخالها في نظامه الغذائي كمصدر كربوهيدرات أعطته 120 جرام كربوهيدرات 490 على 4 تساوي 122 يوسف الآن يسهلك احتياجه اليومي من العناصر الغذائية في إطار صحي وضمن عجز حراري يجعله يخسر الدهون كن مثل يوسف إذا تعذر عليك فهم أي من العمليات التي ذكرناها فقم بالرجوع لفيديو حساب السعرات الحرارية فقد شرحنا طريقة الحساب بشكل أكثر تفصيلا قد تتساءل الآن ما الذي يجب علي أكله للوصول لسعرات الحرارية للتخصيص؟ الجواب ببساطة هو أي نوع من الطعام يحقق احتياجك من العناصر الغذائية من بروتينات، دهنيات، كربوهيدرات مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون أغلب طعامك غني بالعناصر الغذائية الدقيقة من فيتامينات ومعادن وألياف يمكنك استعمال تطبيقات مثل كرونومتر أو مايفيتنس سبا لتصميم نظام غدائي قمنا بشرح كيفية عمل هذا النوع من التطبيقات من قبل في فيديو حساب السعرات الحرارية تمارين المقاومة في المرتبة الثانية من أولويات التخصيص نجد تمارين المقاومة وهي جميع التمارين التي تتم باستعمال الأوزان قد يبدو لك الأمر غريبا لكن تمارين الحديد عبارة عن كنز لحرق الدهون وليس فقط بناء العضلات فالحصة الوحيدة من تمارين المقاومة تحرق ما بين ستمائة وألف ومئتين سعرة حرارية هذا رقم لا يستهان به في تخصيص الدهون الأخطر من ذلك أن تمارين المقاومة تقوم بحرق الدهون طيلة اليوم بل حتى أثناء النوم لأن تلف العضلي الناتج عن التمرين يستمر لإثنان وسبعين ساعة ويدفع الجسم للسهلاك الكثير من الطاقة للقيام بعمليات الاستشفاء العضلي وبناء أنسجة أخرى فكلما زالت كتلتك العضلية إلا وزالت عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها وبالتالي تتتجنب الزيارة الوزن مجددا في المستقبل كما أن تمارين المقاومة تحسن من تناسق الجسم وتساعد من تقليل التهارلات الناتج عن التخصيص وبالتالي ستكتسب كلا من القوى والمظهر الرياضي معا إضافة لكل هذا التمرن بالأوزان يدعم الصحة العامة ويقوي العظام والمثاصل ويحمي منها شاشة العظام كما أتبتت هذه الدراسة التي تمت في مركز البحوثي في السلوك الصحي بفرجينيا سنة 2002 الكارديو هو عبارة عن تمارينة هوائية مثل مشي الجري القفز على الحبل ركوب الدراجة والسباحة كلمة كارديو مشتقة من عبارة أي تمارين القلب نعم حرفيا التمرين الهوائية تحسن أداء عضلة القلب وتقويها وهذا بالضبط ما نريده فالقلب الصحي يعني دخ دموي صحي وبالتالي عمليات أيضا صحية تؤدي إلى حرق سعرات حرارية بالشكل الفعال ما هو أفضل تمارين كارديو؟ ما هي المدة المثالية للكارديو؟ ما هي الشدة الأفضل للكارديو؟ كلها أسئلة خاطئة ويجب أن تتوقف عن طرحها لأنه لا يوجد أسلوب مثالي لكن يوجد ما هو أنسب لأسلوب حياتك دعني أشرح لك هناك نوعين شهرين من الكارديو عالي الشدة High Antestive Interval Training يختصر بـ H-E-E-T ومنخفض الشدة State Antestive Study Low يختصر بـ L-E-S-S كلا النوعين يستحقان التجربة ويحرقان الدهون النوع الأول مرتفع الشدة يناسب الأشخاص المشغولين حيث يمكن القيام به لمدة عشرين دقيقة كحد أقصى ويساعد في الحفاظ على العضلات النوع الثاني منخفض الشدة يناسب الأشخاص غير المشغولين حيث يمكن القيام به لمدة ساعتين كحد أقصى ولا يتطلب مجهودا بدانيا عالي لكن الأفضل هو ما يناسب أسلوب حياتك وأهدافك اختر نوعا واحدا وامزج بينهما في نظامك التدريبي طريقة الأداء نبدأ بالكارديو منخفض الشدة لأنه بسيط جدا كل ما عليك هو حمل قنينة ماء وساعة يدوية والهرول لمدة تتراوح بين 45 و120 دقيقة أما بالنسبة للكارديو عالي الشدة فهو يتطلب نظاما معين للقيام به أي في مدة 10 إلى 20 دقيقة تقوم بعيدة جوالات الهدف من كل جولة هو دفع جسمك لأقصى حد ممكن في 30 و45 ثانية ثم الراحة لمدة ما بين دقيقة و3 دقائق حسب سرعة الاستشفاء الخاصة بك ثم تكرر إلى غاية انتهاء مدة الكارديو ما هي أفضل الأوقات لممارسة الكارديو؟ يمكنك أداؤه بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة أو بعد التمرن لأن مخازن الكلاي جوجين تكون قد استنفذت بعد ساعات من النوم أو بعد تمرين المقاومة وبالتالي الجسم يلجأ لمخازن الدهون الحصول على الطاقة فقط أحرص على إبعاد الكارديو بست ساعات على تمرين المقاومة كي تحافظ على طاقتك من أجل الصحة وامتنع تماما عن أداء الكارديو للجدع السفلي قبل تمرين الأرجل قبل البدء في تطبيق أي نظام غذائي للتخصيص يجب عليك معرفة الكمية التي يستطيع جسم الإنسان حرقها من الدهون لكي تكون أهدافك واقعية ولا تحبط عندما لا تتحقق توقعاتك هناك معتقد شائع أنه كلما نزلت سعراتك أكثر وتمرنت أكثر ستحرق دهونا أكثر وهذا ليس صحيحا هناك حدود لكمية الدهون التي يحرقها الجسم يمكن فقدان حوالي 0.5 إلى 1 كيلوغرام من الدهون في الأسبوع وحتى لو أسررت على رفع قسوة الرجيم وشدة التمرين لحرق الدهون أكثر فكل الكيلوغرامات الإضافية المحروقة ستكون خسارة للعضلات وليس الدهون وسينتهي بك المطاف ذو شكل دهني ونحيف غير ذلك فإن كمية الدهون التي يمكنك خسارتها تقل كل من خفضت نسبة دهونك حيث ستزداد صعوبة التخصيص مع مرور الوقت لذلك لا تجعل توقعاتك خيالية وضخطة واقعية تلتزم بها لفترة شهور وسنوات لتضمن خسارة الدهون وعدم استرجاع وزنك السابق العادات تشكل العادات فرقا كبيرا عندما يتعلق الأمر بالتخصيص فجزء كبير من النتائج التي ستحصل عليها لن تكون من خلال تغذيتك وتمرينك فقط بل حتى من العادات التالية أولا الراحة يجب عليك الاهتمام براحتك بنفس مقدار اهتمامك بتمرينك فعمليات الأيضي تنشط بشكل فعال عندما يتم توفير الجو المناسب للجسم مثل النوم عالي الجودة وتقليل الضغط والتوتر هذا كله من شأنه تسريع عمليات الاستشفاء العضلي والحفاظ على مكتسبات العضلية أيضا ثانيا شرب كمية وفيرة من المياه بدون مياه لا يستطيع الجسم استقلاب الكربوهيدرات والدهون المخزنة في الجسم بشكل طبيعي لأن الخطوة الأولى من هذه العملية هي التحلل المائي والتي تحدث عندما تتفاعل الجزيئات الماء مع الدهون الثلاثة لإنشاء الجلسرين والأحماض الدهنية الماء هو بمثابة شهية طبيعية ففي بعض الأحيان العطش يجعلك ترغب بالأكل وحالما تشرب كأس ماء يذهب الجوح لذلك احرص على شرب كمية كافية من الماء يوميا ثالثا القهوة والشاي الأخضر وجدت دراسة بجامعة أكسفورد أن الكافيين المتواجد بالقهوة والشاي الأخضر عبارة عن متطلبات شهية طبيعية حيث أن 100 جرام من الكافيين أي ما يعاد الكوبين من القهوة تحرق 80 إلى 150 سعرات حرارية إضافية خلال اليوم وفي دراسة أخرى أقيمت في نفس الجامعة أكدت أن الكافيين يمكن أن يرفع استعمال الدهون في الجسم لذا خذ كوبا في الإفطار وكوبا قبل التمرين واستمتع بمذاق القهوة بدون السكر واستفد من ميزات حرق الدهون رابعا التدرج النزول المفاجئ في السعرات الحرارية المستهلكة سيجعل الجسم يدخل في حالة مجاعة معتقدا أنه لا يوجد طعام كافي مما سيدفعه لتقليل معدل الأيض للاحتفاظ بالدهون كمصدر طاقة يستعملها للبقاء على قيد الحياة وفي المقابل سيقوم بهدم العضلات لأنها تشكل عبا عليه كونها تستهلك كمية كبيرة من الطاقة لهذا قبل إنقاص السعرات الحرارية أدخل في أسبوع المانتنانس أي استيلاك كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الرسم للحفاظ على وزنه بعد هذه المرحلة قم بإنقاص مائة سعرة فقط لمدة أسبوع أو عشرة أيام ثم بعدها تقوم بإنقاص مائة سعرة أخرى وستمر في الإنقاص بشكل دوري حتى تظهر لك نتائج التنشيف فقط أحرص على ألا تتجاوز خمسمائة سعرة ناقصة في بعض الحالات قد تنجح في تنشيف الدهون بإنقاص مائتين سعرة حرارية فقط إذن كيف تعرف أن هذا الرقم يكفي؟ بكل بساطة لو كان وزنك ينزل بـ 0.5 كيلوغرام في الأسبوع فمقدار السعرات الحرارية الناقصة جيد ولكن لو كنت تنزل بالوزن أكثر من 0.5 كيلوغرام قم بالتوقف عن إنقاط السعرات الحرارية حتى ولو كنت لم تتجاوز مائتين سعرات ناقصة لأن هذا يعني حدوث هدم للعضلات يمكنك إما إنقاط السعرات الحرارية أو زيالة مدة وشدة الكارديو لتسريع عملية التنشيف العضلي خامسا تتبع الوزن لا بد أن تكون قد لاحظت في يوم ما أن وزنك انخفض بالشكل المفاجئ في ثلاث أيام فقط هذا أمر طبيعي جدا في حالة تغيير النظام الغذائي حيث يتم طرح الماء والكلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات إذن تخيل معي لو قمت بوزن جسمك كل أسبوع بالطبع ستجد ارتفاع وانخفاض في كل مرة مما سيجعلك تصاب بالإحباط والاعتقاد أنك لا تحقق أي تقدم فتخرب النظام الغذائي لا تقلق حل هذه المشكلة بسيط جدا حيث تقوم بوزن جسمك كل صباح قبل الأكل وبعد تفريغ البطن في المرحاض وتسجله في مزكرة وفي نهاية الأسبوع تقوم بجمع كل الأرقام وتقسمها على سبعة وستحصل على متوسط وزنك في الأسبوع بأكمله ثم تقارنه بالأسبوع الذي قبله لتتمكن من تتبع تقدمك في التنشيف إلى هنا ينتهي موضوعنا ونتمنى أن تكون قد استفدت معنا ونطلب منك لدعمنا عبر مشاركة المقطع مع أصدقائك كما ندعوك للاشتراك في القناة وتفعلي الجرس إن أردت التواصل بجريدنا فور نشره فالسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر